مرحبا بكم في كورس تأويل الرؤى والأحلام بعيدا عن الدجل والأوهام جاءتنا الأسئلة الآتية في رؤية الصلاة السؤال رقم 158 ما تفسير رؤية من رأى كأنه يصلي قاعدا قال العلماء من رأى كأنه يصلي قاعدا من غير عذر لم يقبل عمله فإن رأى أنه يصلي على جنبه مرض فإن رأى أنه يصلي راكبا أصابه خوف شديد فإن رأى كأن الإمام يصلي بالناس وهو راكب وهم ركبان فإن كانوا في حرب رزقوا بالنصر وغفر بالعدو هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 159 ما تفسير رؤية من رأى كأنه يصلي في البستان قال العلماء من رأى كأنه يصلي في البستان أو الحديقة فإنه يستغفر الله كثيرا فإن رأى كأنه يصلي في أرض مزروعة قضى الله ما عليه من دين فإن رأى كأنه يصلي في مسلخ الحمام فإن هذا يدل على فساد يرتكبه وقيل إنه يلوط بغلام والله أعلى وأعلم سؤال رقم 160 ما تفسير رؤية من رأى كأنه يصلي في جماعة مستوية الصفوف قال العلماء من رأى كأنه يصلي في جماعة مستوية الصفوف فإنه يكثر التسبيح والتهليل لله عز وجل لقوله تعالى وإن لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون فإن رأى كأنه ترك صلاة فريضة فإنه يستخف بدين الله عز وجل وبعض الشرائع هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 161 ما تفسير رؤية من رأى كأنه سجد لله تعالى قال العلماء السجدة في المنام دليل الغفر والنصر والهداية ودليل التوبة من ذنب هو فيه ودليل الفوز بمال حلال كما أنها دليل طول الحياة ودليل النجاة من الأخطار فإن رأى كأنه سجد لله تعالى على جبل فإنه يغفر برجل منيع قوي وينتصر عليه فإن رأى أنه سجد لغير الله تعالى لم تقض حاجته وهزم وقهر إن كان في حرب وخسر إن كان تاجرا هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 162 ما تفسير رؤية من رأى كأنه قائم في الصلاة قال الولماء من رأى كأنه قائم في الصلاة فلم يركح حتى انتهت وذهب وقتها فإنه يمنع الزكاة المفروضة ولا يؤديها فإن رأى كأنه قاعد يتشهد خرج عن همه وقضيت حاجته فإن رأى كأنه سلم وخرج من صلاته على تمامها فإنه يخرج من همومه هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 163 ما تفسير رؤية من رأى كأنه يصلي فيأكل العسل قال الولماء من رأى هذه الرؤية فإنه يأتي امرأته وهو صائم أو أنه يفعل بعض الأشياء التي قد تفسد الصيام والعبادة هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 164 ما تفسير رؤية من رأى أنه سلم على يمينه دون يساره قال العلماء من رأى أنه سلم عن يمينه ولم يسلم على يساره في نهاية الصلاة دل ذلك على صلاح بعض أمور حياته فإن سلم على يساره دون يمينه فإنه يتشوش عليه بعض أحواله الاجتماعية هذا والله أعلى وأعلم السؤال رقم 165 ما تفسير رؤية من رأى كأنه يصلي نحو الكعبة قال العلماء من رأى كأنه يصلي نحو الكعبة دل ذلك على استقام الدينه فإن صلى نحو المغرب دل ذلك على سوء مذهبه وجرأته على المعاصي لأنه قبلة اليهود وهم تجرأوا على صيد الحيتان يوم سبتهم فإن صلى نحو الشرق دل ذلك على أنه مبتدع في الدين ويشتغل بالباطل لأنه قبلة النصارى هذا والله أعلى وأعلم